بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور الكريم بداية أود أن أرحب بكم مجددا في حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر إيجبس في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة لنشهد سويا نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعافات كما يطيب لي أن أتقدم بخلص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطفت إرعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام بما يعكس ثقة فخامته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر السيد الرئيس الحضور الكريم ينعقد مؤتمر إيجبس هذا العام في خضم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية ولا سيما ظاهرة التغييرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي وفي هذا الإطار نجح قطاع البترول المصري خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ مما ساهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها وقد واصل كوب 28 والذي تم عقده بدولة الأمارات العربية الشقيقة البناء على تلك المكتسبات لم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجا لرؤية مستقبلية وستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة السيدات والسادة الحضور يقوم قطاع البترول بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات مما ساهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020 فضلا عن مضعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى ألف محطة تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن السيد رئيس الجمهوريتي عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022 التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهمة في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وإفريقيا وفي مجال بيترو كميات الخضراء تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام الحضور الكريم مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي تبرز أهمية الهايدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهايدروجين والتي تعتبر على مختلف مراحلها جزءا أصيلا من نشاط القطاع وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعض رئيسي في سياغة الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض الكربون كما تم إنشاء المجلس الوطني للهايدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال وفي إطار رؤية السيد الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهايدروجين للأخضر يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والمثالون الحائوي وبالتوازي مع جهود العمل المناخي يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام فضلا عن تعزيز إنتاج البيترو كاموات بإجمال استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار وقد رأت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات في المراحل المختلفة لتنفيذها وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسية المصرية وانطلاقا من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليط الضوء على شواغل القارة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ تفرد النسخة الحالية من المؤتمر فاعلية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها القارة وعلى أعتاب فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات على مختلف الأسعادة على مدار السنوات السابقة وزيادة مستوات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة سعيا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة وضع نصب عينه المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية تهدف لتحقيق الاستذامة فخامة الرئيس السيدات والسادة الحضور لقد عهدنا مؤتمر إيجيبس منصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر في ثوبه الجديد بما يلبي طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقي وكما أشرنا إلى رحلة التقطاع نحو التحول الطاقي فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية ومنها البرنامج القيادي لتطوير الإدارة العليا والذي يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين وكذلك البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر القيادية والذي يستهدف مساعد رؤساء الشركات للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات وفي ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيز أساسية في خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس حيث شرعنا في 2018 في سابقة في تاريخ القطاع في تنفيذ برنامج لتأهيل الكيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب سعيا لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميا وقد اتبع البرنامج منهجية فعالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية إلى جانب عقد المقابلات الشخصية كما تم توفير فرص تدريب خارجي لأفضل العناصر من مرشحي البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة والتعرف على أحدث نظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات وينتهي البرنامج بمرحلة تمكين الخرجين حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابي في هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء وفي الختام أود أن أتقدم مجدداً بالشكر والتقدير لفقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح ورعايته الكريمة للمؤتمر كما أتوجه بالشكر لشركائنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفل المميز وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز وأنني أتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً متمنياً لدويفنا الكرام إقامة طيبة ولمصرين الحبيبة كل الخير والتقدم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته